النباتات والزهور بكل أنواعها وأصنافها تلعب دوراً كبيراً في تحسين الحالة النفسية والشعور بالاسترخاء، فضلاً عن أهميتها في تنقية الهواء للمكان الذي توجد فيه. الأمر الذي دعا مشتل الكفيل التابع للعتبة العباسية المقدسة أن يخلق أجواء نموذجية تتيح لمرتاديه الشعور بالارتياح والتمتع بمشاهدة الزهور والنباتات. تقوم مجموعة مشاتر الكفيل في العتبة العباسية المقدسة بإنتاج وتجهيز جميع أنواع أشجار الزينة والزهور الموسمية والدائمية في فصل الربيع، منها الجوري والياسمين والفيكس والجميع أنواع الزهور الموسمية والدائمية. تتنوع نباتات الزينة والزهور خصوصاً عند إشراقة شمس الربيع، فصل الجمال، الفصل الذي تفتح فيه الزهور، وتتناثر الفراشات لذا يقدم الوافدون على اقتناء النباتات من المشاتل. هذا المشتر العتبة العباسية، نحن جئين هنا نشتري ورود وانواع الورود، الورود بأشكال هو، مثلاً الرازغي عندك، الروز، الجوري، هاي انواع الورود واحد يشتريها للبيت، ياخذها، يقتنن منها أولين عطر طيب، ثانيين، راحة نفسية البيت، جماعة البيت، تطلع بالحديقة، يعني فتشي منظر حلو. الورود لازم تكون موجودة بالبيت، يعني الإنسان من يطلع من ضغط العمل، ضغط الشغلات الأساسية التي تصيرها بحياتها، لازم تكون متواجدة حتى تكون راحة إلى العائلتها والأطفالها. هذا وتسعى العتبة العباسية المقدسة من خلال مجموعة مشاتل الكفيل التابعة لها إلى إقامة هكذا مشاريع. تعمل على زيادة المساحات الخضراء وتوفير أكبر عدد ممكن من الأماكن الترفيهية للعوائل الكربلائية.